يا أخي أجدبنا الأمام دول كان عندهم كلام وأمثال يعني غريبة جدا فعلا والله يا أخي كانوا بقولوا أمثال غريبة جدا وكلام محير جدا بس كله صح أنا بقى مش بحب الكلام ده خالص ولا مقتنع بيه من الأساس إيه اللي انتو بتقوله ده خليك انت دايما مخالف كده ومش عاجبك أي حاجة سيبك منه سيبك منه ده مش فهم أي حاجة خليك معي أنا يعني في مثلا مثل إيه ده ده أنا كمان بقول أمثال مثلا مثل المهم في مثل بيقولك الإرد في عينهم وغزال وفي مثل بيقولك دعايش في موية البطيخ وفي مثل بيقولك شغل الثلاثة ورقات وتحت السواهي دواهي واللي يعوز البديحة مع الجامع ودموع التمسيح والباب يفوق الجمل والله العظيم انتو مخوكو في حاجة يعني الناس طلعت الأمر وانتو قاعدين تفسروا أمثال قديمة إيه ده الأمثال ده بقى لها أكتر من 200 سنة انتو لسه بتتكلموا في حاجة من 200 سنة يا عم ده طراثه ومنفات أدي متاه سيبك منه سيبك منه سيبك منه المهم يا جماعة كل الأمثال دي لو عايزين تعرفوا تفسيرها تابعونا على خناتنا وحتشوفوا تفسير الأمثال دي كلها بطريقة سهلة وبسيطة وواضحة محدش تابعهم خد مننا دعية الفاضية يا عم أبوس إيدك خليك محضر خير طب اسمعنا وانت ساكت طيب متعملناش ايه مشاكل متسمعوش كلام ده مغلبنا في حياتنا ومعقدنا في عاشتنا بس بتنسوش اللايك والمتابعة لا 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 اتبعوه بسيبك منه